اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أهل البيت ذكرهم ذكر الله هذا التقديس هذا التعظيم لعظيم منزلتهم عنده ولهذا الزيارة الجامعة وهي من أفضل الزيارات من حيث المثل والمضمون يقول التامين في محبة الله المحبة الإلهية لهم ومحبتهم لله هذا التعبير ليس بالهيئة قيمة الإنسان بتعلقه بالله عز وجل أئمة أهل البيت وصلوا إلى مرحلة تامة في المحبة الإلهية ومن كان قلبه محلاً للحب الإلهي هذا القلب لا يقدر بثمن لا يقاس بصاحب هذا القلب أحد نحن لا نعلم مقامات المعصومين عليهم السلام لأنه لا نعلم هذه المضامين المهم حديثنا حول علم من أعلام الهداية حول نور من أنوار الملكوت ألا وهو إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر والإمام الصادق لهما علينا حق عظيم الأئمة عليهم السلام كلهم لهم حق علينا لكن في مقام الفعلية لغروف زمانية تاريخية ترشحاً منهما العلم الكثير الإمام الباقر سمي بهذا الإسم لأنه شق العلم شقاً وأظهره إظهاراً من قال هذا الكلام جابر الجعفي عندما سئل عن اسم الباقر عليه السلام هناك بعض الكنوز في الأرض مغطاة بالتراب مغطاة بالتراب الذي يشق التراب ويستخرج الكنز ويظهره هذا يسمى باقراً الزارع بمعنى من المعاني باقر بأنه يشق الأرض ويستخرج منه البركات الإمام صلوات الله عليه شقاً علم شقاً أظهره بعد الخمول والده الإمام زيد العابدين تعرفون كيف قضى شطر من حياته في زمان يزيد بن معاوية فعنه الله شطر من حياته بعد استشهاد أبيه كيف كان حاله بعد استشهاد والده إذن الإمام السجاد عليه السلام لم تثل له الوساد سيد الشهداء أيضاً بعد استشهاد أخيه المجتباء لم يكن طليقاً في المدينة وأخيراً زحزح وقتل في أرض كرب وبلاء الإمام المجتباء كان مبتلاً بخذلان أصحابه قضايا حربه إلى فره مع خصبه أمير المؤمنين أيضاً سنوات الجلوس في المنزل وعندما جاءته الخلافة تعرفون كيف ابتلي بحرب القاسطين والناكثين والمارقين تقريباً الإمام الذي لم يقتلى بهذه الأمور لم يحبس لم يحارد لم ينفى كالإمام الرضا عليه السلام لم يحبس كحفيبه موسى بن جعفر الإمام الصادح والباقر نعم هكذا الظرف مر عليهما ولو أن كل إمام مر بظرفيهما لترشح منهم العلم كما ترشح منهما صلوات الله عليهما عموماً أئمة أهل البيت نعم عموماً أقول كل واحد لا بنحو الأغلبية كلهم تربوا نعم في الأحضان الطاهرة انتقلوا من الأصلاب المطهرة والأرحاب الطاهرة أما الأصلاب فأصلاب آبائهم النبي جدهم الأكبر أمير المؤمنين وهكذا من حيث أصلاب الرجال الأصلاب الشامخة من حيث الأمهات الأرحام المطهرة هذه الواقعة في خياة والدة الإمام الباقر عليه السلام شاهدة على ما نذكر يقول الإمام الباقر عليه السلام وهو يمجح والدته ومن هو أدرى بمزايا الوالدة من الولد يقول كنت كانت أمي قاعدة عند جدار فالتصدع الجدار وسمعنا هدة شديدة يعني هي تحت الجدار وأراد الجدار أن يصبط عليها أنظروا إلى معرفتها بمقامات أهل البيت فقالت بيدها أشارت إلى الجدار لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط هذا السقوط بإذن الله وما تسقط من ورقة إلا بإذنه هذا الجدار يريد أن يقع على والدة المعصوم رب العالمين له عناية هذه السيدة الطاهرة أقسمت بحق النبي الأكرم لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط ماذا جرى بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام فبقي معلقا حتى جازت هذا الجدار ما سقط ومع ذلك تصدق عنها أبي بماءة بينار لأنها نجت من هذه الحادثة والإمام الصادق عليه السلام ذكرها يوما فقال كانت صديقة لم يدرك في آل حسن مثلها الإمام الصادق عليه السلام ذكر هذه السيدة الجليلة إذن الأرحام مطهرة والأصلاب شامخة ما هي النتيجة النتيجة أن الله عز وجل استخرج منها هذه الدوات الطاهرة جابر بن عبد الله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كان معمرا يقول الإمام الصادق عليه السلام كان رجلا منقطع إلينا أهل البيت طبيعي جابر هني أنه رأى النبي رأى أمير المؤمنين والذي زار قبر الحسين عليه السلام في قصة الأربعين جابر يعلم هذه الدوات الطاهرة هذا الرجل لقي الإمام الباقر عليه السلام في بعض السكة المدينة فقال له يا غلام من أنت يبدو كان في حداثة سنة إمام الباقر عليه السلام انظروا إلى هذا النسب المشرق يا له من نسب قال أنا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أنا محمد ابن علي ابن الحسين نور بعد نور شموس طالعة قال له جابر يا ابني أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال الشمائل رسول الله ورب الكعب من يقول هذا الكلام لا يقولها شاعر يقولها مذرأ رسول الله قال أذه الشمائل شمائل النبي ثم قال يا بني رسول الله يقرئك السلام طبيعي النبي يعلم أن جابر سيدرك الإمام الباقر نعم سلم عليه وإذا به يقول على رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض وعليك يا جابر وعليك يا جابر واقعا جابر بهذا الموقف يبغي أن يسجل اسمه في ديوان الخالدين تقول الرواية ثم كان جابر يأتيه فيجلس بين يديه فيعلمه غلام وأمامه جابر هذا المعمر آخر أصحاب النبي جابر جابر ينقل رواية عن رسول الله فربما غلط جابر يقول الرواية بالمضمون مثلا يشتبه في النقل فيرد عليه ويذكر الإمام الباقر يقول له أخطأت الرواية كذا وكذا فيقبل منك وكان يقول يا باقر نكررها ثلاثا يا باقر يا باقر أشهد أشهد بالله أنك قد أوتيت الحكم الصبيا شهادة صدر من أهلها ووقع في محلها إلى إن شرفتنا بهم في دار الدنيا فلا تفرق بيننا وبينهم في العقبة اجعلنا في درجتهم وأن إلا شفاعتهم واجعلنا من خير المتوسلين بهم إلى رواح المؤمنين والمؤمنا نهدي ثواق الفاتحة مع الصلاوات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر